السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنى يا ربيت كل احوال ديكم كاملة بخير وعلى خير نصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد واليوم ان شاء الله وكيف ما كتشاهدوا معايا غادي نشارك معكم هالطرطة هادي صراحة اللي لقتلكم رائعة فقليلة فحقا الديدة وغزالة يا البنات بوح المكونات ليهما بساطين جدا كنظن انا المكونات ديالها المقادير ديالها غادي كونوا عندكم توفرين اكيد في المنازل ديالكم لانها ما كتديش من نفسها في ديال المقادير غير مكلفة والديدة يا البنات معلكم غادي تشوفوا المقادير طريقة التحضير وكيف ما العادة غادي نقول لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نبدأ بها غادي نحضر القاعدة هالطرطة هادي اولى الطبقة الاولى عندي هنا يوح العلبة ونصف ديال البيسكوي ماريا انا استعملت فقط بيسكوي ماريا ماشي شرط استعملوا انتم هاد البيسكويت قدروا استعملوا اي بيسكوي كتبغيو وعندي جوج ديال العلب ديال دانيتو شوكولة ده بغادي ندوز باش نتحن البيسكوي ديالي اولا هارمشو لانني كنتحنو يعني شويش خاشن ما كنتحنو شي ناعم لهاد الشكل هادا وديك جوج ديال العلب ديال دانيتو هما اللي غادي نجمع بيهم البيسكوي ديالي انا قد لكم استعملت علبة ونصف ولكن ماشي شرط قدروا على حسب المول اللي غادي تستعملوا انتم وانتم استعملوا المول فقط صغير فهنا قد نقصوا الكمية ديال البيسكوي ولكن كنتو قد استعملوا المول كبير او للقالب كبير فكتضعفوا طبعا المقادير سافيهنا يغادي نعمل ديك جوج ديال العلب ديال دانيتو شوكولة وغادي نجمع بيهم هاد البيسكوي هادا بالنسبة دانيتو شوكولة تقدروا تعودواه دانيت كراميل لحسب الضوء ديالكم او لتجمعوا البيسكوي ديالكم فقط بالزبدة والحليب كيفما كنعمل انا في الغالبية ديال قاعدة ديال تشيس كيك اللي حضرت معاكم سوف نجمع هذا البيسكوي مع ديك دانيت حتى يجمعلي مزيان شن القاعدة دهات طرطة هدي كتجي يعني مجموعة يعني العجينة كتجي في حال عجينة مشي في حال القاعدة اللي كان عرفو ديال تشيس كيك كيجي شويش مرمل هذا اللي لا كيجي يعني مجموع على هات الشكل هذا سوف نجيب هاد القالب هدا أنا غدي نستعمل هاد القالب الزجاجي يعني تستعملوا أي قالب يكون كيت تفتح او لم يكون شي كيت تفتح كيف ما أنا استعملت هدا ما كيت تفتح موالو يعني أي قالب او لأي مول عندكم تستعملوها سوف يبديت كان نعوض ديك القاعدة دولة الطبقة الأولى بواحد ظهر الملعقة حتى حصلت على هاد الطبقة لي كتكون متساوية ومعوطة غادي ندخل نتلاجة على ما نحضر الكريمة ديالي غادي نحتاج في الكريمة عندي هنا يوحل لتر ديال الحليب بالنسبة نعمة لتر ديال الحليب لتستعملو القالب صغير هادي تعملو فقط نصف الكمية عندي هنا يكأس كبير ديال السكر وعندي هنا يوحل لتلتة ديال معالك كبارين ديال الميزينة او اللي النشا وثلتة ديال معالك كبارين ديال دقيق الدقيق البنات ما تخافوش منه فهو كيجي اغزل يعني أنا ما كنبغيش نعمل فقط النشا كتجيني في هذيك المرورة دياله كنعمل نصف ديال الكمية دقيق ونصف ديال الكمية ناشا انها عندي جوج ديال العولب ديال الزبادي حجم كبيرانا هنأ laying عندي عندي علبة وعلبة صغيرة ولكن انا عملت علبتين صغارين وعلبة كبيرة غير واحد علبة صغيرة ضيفت عليه لهم من فوق انتما تشاهتوا معاز العولب ديال الزبادي ديالي فهما مملوئين لانني واحدة علبة صغيرة ضفت عليهم من فوق ديالهم في المجموع عملت علبتين ديال زبادي ب单 habit اللهم يستعملت إذا لم تتعجبكم الفينية تستعملوا أي نكهة في ضنون هناك يجب لتر الحليب في طنجرة بارد وضفت له 3 معالق كبارين مملؤين دقيق 3 معالق مملؤين الناشا هناك جوز أكياس الفينية وملعة قدير الزبدة لما كنت تنسيس من زيتها في المقادير مهم، سوف نضيف جوز أكياس الفينية إذا لم تكن شيء تعجبكم الفينية تقدروا تعودها ببشر أو قشر الليمون لتحكوها شوية أو لتعملوا أي نكهة تعجبكم مثلا نكهة البيستاج لكي تكون نكهات لكي يكونوا البيستاج لكي تجمزونه مهم هنا بعد ما حركت ذيك الدقيق وذيك الناشا مزيان والحليب عندي بارد باش ما يتكور شي غادي بقى لغي الزبدة والزبادي ديالي حتى نلقر حتى تغلي للكريمة ديالي وطيب عم نضيف لذيك الزبادي وذيك الملعقة ديال الزبدة سافي هنا على النار اللي عندي متوسطة غادي ببدا نحرك حتى تتعقد للكريمة ديالي ما توقفوش للتحرك لأن احنا عملي الناشا والدقيقت وما كتعرفو لما حركتوش يقدر يلسق لكم في القاعدة للطنجرة سافي على هاد الشكل هادا غادي ببدا نستمر هايدا في التحرك ومن اللي تبدأ تغلي هادي نخليها هايداك جود دقائق لا أكتر باش يطيبنا ذيك الطحين مزيان وذيك الناشا مهم كيف ما غادي تشوفوني أنا كنعمل هنا هي الكريمة ديالي هنسو ما كتلاحظو معايا بدسكت عقد يعني بدسكت القوام ديالا كيتقال فبالنسبة الكيميا اللي اعتدتكم فهي كتجي مضبوطة على لتر ديال الحاليب يعني ثلاثة ديال معالق كبارين مملوئين ديال الدقيق ثلاثة ديال معالق مملوئين ديال الناشا كيجيو هما هادوك في اللتر ديال الحاليب صافي على هاد الشكل هادا هنتو ما كتشوفوا معايا دبا غادي نخليها شويش في حالي كتطيب يعني فوق ديال بوطة وانا كنحرك يعني هنا وخدت كتغلي انا غادي نستمر في التحرك تطيب شوية باش يطيب ديال الطحين مزيان فيها كيف ما قد لكم ما تخافوشي من الطحين البنات انا كنفضل نعمل نص ديال كيميا ديال دقيق ونص ديال كيميا ديال الناشا اه revolution akhir numa uncover من شو يتعملو دقيق فتقدروا تعملو السا ديال معالك كبارين ديال الناشا صافي على هاد شكل هادا دبا غادي نضيف ديال ملعقة ديال الذبدة النار بقى عندي يعني نقصلة كنت عندي متوسطة هنا نقصلة واضف تديك الملعقة ديال الذبدة وغادي نحرك مزيان على هاد الشكل هادا احتى الدوب ديك الزبدة في ديك الكريمة هي اصلا ضغيين هدي يدوب الكريمة ديال نسخونة سافي دا بغا دين جيب ديك جول ديال العلب اللي عندي ديال ضانون او لزبادي انا عملت ضانون بنكهات الفاينية كيف ما كنت قدلكم او لزبادي بنكهات الفاينية كيف ما قد لكم فانا عملت في المجموع جوج ديال الزبادي حجم كبير إذا كان زبادي كريمي فيكون أحسن ولا ما كان شي فتعمل دانون عادي ضانون جد رحام اللي كانوا احنا في مغرب انا هنا عملت ضانون واحد كبير و جوج ديك صغارين يعني ديك جوج صغارين لان ديك صغارين هما اللي جبرت متوفرين كريميين وياخور كان عادي فليهذا يعني اقول لكم في المجموع إلا كانت عملوا جوج ديال الزبادي احتوي لما كانوا شي جوج فتقدروا تعملوا غير واحد يعني تواكيش مزيون سافي انتم اجتمعين بعد ما ضيفت ديك جوج ديال الزبادي ديال جوج ديال العلب ديال الزبادي حركت مزيان سافيت فت على الكريمة ديالي وخرج ديك الطبقة الأولى اللي كنت عمت في الثلاجة وغادي نفرغ عليها مباشرة الكريمة ديالي يعني باش ما تلا خليتها بردت فكت عقد معروفة فهي بقى سخونة يعني غينزولوها مع النار غادي نفرغوها على الطبقة الأولى سافي على هات الشكل هاده دا بغادي نحاول نعوط الكريمة ديالي يعني نجيب لواحدة سطحي كون متساوي غبي ادي هيدا نهز القلب ونقى نعوط هيدا به كريمة مليه يبقى سخونة فكتساعدكم يعني هيت عوطوها بيدكم هيدا كتتعدل هيدا سافي دا بغادي ندخل هات الثلاجة نخلي عشو يش تبرد في المطبخ ونبع ندخل هات الثلاجة باش تشبه الراسة على مندوزو وجدو الطبقة الثالثة فبالنسبة الطبقة الثالثة او لوح القاناج اللي غادي نحضروها ما بعطيتنا عنا هنه يوح نصف كاس ديال حليب نصف كاس ديال العنباء هدا انا ما عمدش هدا عندي كاس كبير عمد قل من نصف كاس وعندي هنا وحمية وخمسين جرام ديال الشوكولاتة السوداء وعندي هنا ملعقة مملوقة ديال الزبدة ما يعادل خمسين جرام سافي فوح الكاسويلا غادي نعمل ديك نصف كاس ديال الحليب والشوكولاتة ديالي وغادي ندوبون فباماغي عاد غادي نضيف لهم الزبدة من بعد تقدروا الدوبوا فباماغي او لف ميكرو وانضا مهم كيف مكا تدوبون تما الشوكولات ديالكم فهاد الحليب اللي عندي بارد غادي نبقاو نحرقو ما نوقفوشي للتحرق حتي ديال ديك الشوكولاتة مع ديال الحليب وبعد غادي نضيفو ديال ملعقة ديال الزبدة كيف مكا تشاهدو معي انا كنعمل سافي غادي نحرق دا بحت الدوب لديك الزبدة وكيكون قاناج عننا واجد بالنسبا هاد القاناج هدا فتقدروا توعملو غير داني تو شوكولاتى مع الدوب والشوكولاتة وتوعاملو داني تو شوكولاتى فحتها دا كي يجي مزاون في الوجه هيدد هذا التورتة هادي انا بتدرد شوية اولا لا بغيتوا تعملوا الكريمة فيكون احسن يعني بغيت نعمل غيل حليب باش كل يعني الكل يقدر يعمل هاد القاناج وكل شي يقدر يعمل هاد طرطة لانك تبقى سهلة يعني مكونات دياله مبغيتش ينصعب عليكم فإلى كانت عندكم الكريمة متوفرة فتعملوا نسكة ديال الكريمة السائلة مثلا هولالا مع 150 جرام ديال الشوكولات وديك الملعقة الزبدة فحتى هيدك تجي احسن انا عملت غيل حليب واحتى هيجه تمزيونه سافينا غدي نخلي شوية شي يبرد ما نكبوه شي وصخون على الكريمة نخلي وهي ياخد درجة الحرارة ديال المطبخ ديال القاناج اللي حضرنا عاد نخرجو ديال الكريمة ديالنا متلجة ونفرغو علي هاد القاناج على هاد الشكل هادا هنا انا خليته شوي يشدفى يعني ما مشيه كان طايب شوي يشدفى وما خليتوش يشبر لي درجة حرارة المطبخ درجة حرارة المطبخ لاناني كنت مزروبة ضغيان ووصفي وفرغتو علي الكريمة ديالي كيف ما اقول لكم ده بغا دين دخلن تلجا حتى تشبر لي رصا ديال طبقة الثالثة او لديك القاناج ديالي وتبرد لي التورتة يعني على خطرة عاد مقدرو ديك سعنيتك ناكلوها وهنا يا كيف ما كتشاهدو معايا فانا خليتها تقريبا واحد جوز ساعات في المجمد ماشي في التلاجة فاشتبال لي رصا دغيان ونقدر نصور معاكم كملت صوير ديالها صافي وتزين هانتو ما كتشوفوا معايا فانا فقط عملت شويش ديال الشوكولاتة البيضاء اللي بشرطة يعني تزين بسيط وصافي وزينت للحاوف ديالي على هاد الشكل هادا وكذلك عملت ديك شويش في الواسط وصافي هنا غادي نقطع معاكم واحد ريف بشتوفوها من دخل كيفاش كتجي كتجي رائع ديك الكريمة كتجي كريمية والديدة يا البنات الديدة الديدة بزف انا قلت لكم صحكم جربوها وانتو ما اشتو معايا يعني ماشي مكلفة ما في هاشي بزا ديال المقادير والمقادير ديالا انا حاولت نعملكم مقادير اللي كيكونون توفرين عنا كامنين بنا في المنازل ديالنا صافي هادا والشكل النهائي ديالا اهنا يا كنت بردتلي يعني تقريبا تجمدت انا قد لكم خليتها في المجمد شبرت رسم زيان وصافي الفيديو ديالي احتل لنا يا وغادي يكون سالانت منا يا ربي الوصفة اليومات كنالت الي اعجاب ديالكم ويلي اعجبتكم ما تنسوني شي بلي لايكات ديالكم تعليق الجميلة ديالكم هلا وليفرسكم حتى الفيديو اللي مجي وبسلامة